كانت صورة حضرتك جميلة وأنت تدلي بصوتك في الانتخابات وكان لديك حرص شديد على أن تمنح صوتك لمن يستحق في هذه الانتخابات لو تطلعنا على ما قمت به أثناء الإدلاق صوتك في هذه الانتخابات التي تعد بالفعل فارقة في تاريخ تركيا طبعا تركيا كانت على موعد على عرس انتخابي وهي عبارة عن عرس ديمقراطي بكل معنى الكلمة منذ الثامنة من صباحي أمس حتى الخامسة مساء وكمواطن تركي ويجب على كل مواطن تركي أن يقوم بواجبه الديمقراطي وهو أن يذهب وليصوت وهو يعتبر هذا الصوت أمانا وبالتالي يعني من الصباح الباكر كانت هناك النواية الصوت قبل أن يكون هناك إزدحام وأحمد الله أنني قمت بالتصويت مبكرا تقريبا التاسع صباحا لأنه بعد هذه الساعة بدأت المئات تأتي إلى مراكز الاقتراع وكان هناك نسبة كبيرة جدا من الإقبال على الانتخابات وعلى التصويت سواء للانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية إذا مردنا أن نلخص ونبتعد عن الشخصنا نجد أن تقييم ما حصل بالأمس من الانتخابات كان عرسا انتخابيا والفائز الأكبر في هذا العرس الانتخابي هي تركيا تركيا نجحت بامتياز في أن تسطر ملحمة ديمقراطية بكل معنى الكلمة وأن تبين للعالم أجمع بأن الشعب التركي شعب ديمقراطي ذهب وصوت بكثافة تقريبا 88.9 يعني تقترب نسبة 89% كنسبة مشاركة في الانتخابات 61 مليون ناخب داخل تركيا 83 مليون ناخب خارج تركيا 64 مليون وأن تصد نسبة المشاركة إلى ما يقارب 89% هذه نسبة الرقم القياسي على مستوى أوروبا والثانية عالميا هذا أولا ثانيا أن يكون هذا العرس الانتخابي وهذا التصويت في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في معظم تركيا وأن لا تحدث هناك فوضى أو مشاكل أو أي شيء أمني يخل بالنظام العام وهذا أيضا تشكر عليه وزارة الداخلية ووزير الداخلية سليمان صويلو وتشكر عليه الحكومة ويشكر عليه الرئيس أردوغان و600 ألف تقريبا 600 ألف من رجال الأمن ومن الموظفين في السلك الداخلية كانوا سهرانين وكانوا على قدم وساق للمحافظة على أن تمشي وأن تمر هذا العرس الديمقراطي وهذه الملحمة الديمقراطية بسلام وهذا ما كان ثالثا عندما طبعا نحن بقينا حتى ساعات الفجر بين الاستوديوهات ومن أجل متابعة النتائج والفرز والأصوات لأنه كان هناك يعني سباق بحموم وكانت يعني يجب من خاصة في الانتخابات الرئاسية الحصول على 50% زائد صوت هكذا القانون ينص وعندما كان الرئيس أردوغان فوق 50% كانت الفرحة عامرة وكان هناك توقعات بأن يفوز الرئيس أردوغان من الجولة الأولى ولكن ما شاء الله قدر فعل وكله فيه خير ورأينا كيف أن بدأت الأصوات وبدأت النسب تتغير وكان هناك نزل الرئيس أردوغان أو تم الإعلان ظهر اليوم عن النتائج الأولية للجولة الأولى 49.51% لرئيس أردوغان أي تحت 50% وبالتالي لم يتم الحسم من الجولة الأولى وهذه رسالة كبيرة جدا أريد أن أقولها هنا ما هي هذه الرسالة؟ رسالة مهمة بأن تركيا والانتخابات نظام ديمقراطي الذين تبجحوا والدعوا بأن الرئيس أردوغان ديكتاتوري خصوصا للغرب يقول يجب تغيير الدكتاتور والدكتاتور كيف يكون دكتاتوريا ولا يستطيع أن يفوز من الجولة الأولى وهو بحاجة إلى نصف من الماء يعني لو أخذ 50 يصبح رئيسا أخذ 49.51% نصف من الماء في الماء ولكن هذه هي الدمقراطية واحترام الدمقراطية واحترام صندق الاقتراع واحترام القانون وهذا أكبر رد على من كان يصف الرئيس أردوغان بالدكتاتورية وهو الآن بالقانون مضطر أن ينافس مرة أخرى بعد 14 يوما وينتقل إلى الجولة الثانية في الثامن والعشرين من هذا الشهر هذه الرسالة الأولى أما الرسالة الثانية الرسالة الثانية نجد أن هناك أيضا إفلاس استطلاعات الرأي مؤسسات وشكلات استطلاعات الرأي التي كانت تقول قبل الانتخابات بأن الرئيس أردوغان أم بأن كمالكي شرؤولو يتقدم عن الرئيس أردوغان بفارق كبير وأن كمالكي شرؤولو 60% و55% ومن الجولة الأولى سيفوز كمالكي شرؤولو لأن هذا هو خيار الشعب التركي رأينا أن الرئيس أردوغان مع أنه لم يحصل على الخمسين زائد صوت ولكنه هو الذي تقدم عن كمالكي شرؤولو بفارق مليونين و520 ألف صوت موسيقى 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 اشتركوا في القناة